كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر طبي داخل النادي الأهلي عن مفاجأة سارة بشأن إصابة إمام عشور نجم الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر التي تعرض لها أثناء مشاركتي مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر وتعرض إمام عشور في المباراة مصاباً ليضطر حسام حسن المدير الفني استبدال اللاعب وخروجه من المباراة التي أقيمت على استاد العاصمة الإدارية الجديدة ونزول حمد فتحي بدلاً منه وتوجه إمام عشور مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على مدى قوة إصابته ومدى غيابه بعد سقوطه في المباراة وأكدت التقارير أن الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق تحرك إلى المستشفى لمتابعة حالة اللاعب حيث أثبت الفحص المبدئي الذي خضع له أن عظمة التركوة سليمة دون شرخ أو كسر وعلى أن يتم استكمال فحوصات أخرى في الكتف بشكل كامل لمعرفة الإصابة بشكل أوضح وينتظر منتخب مصر بقيادة حسام حسن الفائز من مواجهة منتخب كرواتيا ضد منتخب تونس لمواجهته في نهاي كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري